بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الأول refer to the exhibit what will router want to when it receives the data frame شون لاحظوا المعطيات عندي عبارة عن frame داخل على router وفي عندي أيضا الARB table من خلال الأمر show ID ARB من خلال هذه المعطيات يجب أن نعرف تصرف الراوتر عندما يستقبل هذا الفريم طبعا لكي نحل هذا النوع يجب أن نعرف مدخل ومخرج الفريم يعني عند الراوتر يجب أن أعرف من أين دخل الفريم ومن أين سنقوم راوتنج لكي أعرف أطلع الهدار الجديد طيب دعنا نحل السؤال بالرسم عشان يسهل علينا بناء الهدار الجديد لو رسمنا نحاول نرسم الراوتر لو افترضنا هذا الراوتر عندي أولا إيش المخارج لا الراوتر من الARB table لاحظوا في عندي دكر فاصل ثلاث مخارج فخلينا نحدد الثلاث مخارج إذن هذا على فرض أنه هذا فاصل اثرنت زيرو سلاش زيرو هذا زيرو سلاش ون وهذا زيرو سلاش تو هذه الخطوة الأولى تمام الخطوة الثانية بدي أعرف الآن هذا الفريم من فين رح أو من فين دخل الراوتر هذه سهلة إما نطلع من السورس IP أو من السورس ماك لاحظوا السورس IP 20.5 20.5 هذا على انترفيس فاصل اثر منت زيرو زيرو إذن المرسل موجود في هذا المكان على هذه الشبكة اللي على زيرو زيرو يحمل الـ IP 20.5 هذا الـ IP اختصارا 20.5 والماك اختصارا أيضا F8 نأخذ آخر أربعة هكسل ديجيت F892 إذن هذا السورس والماك أدرس للمرسل طبعا الدستينيشن ماك لأي فريم يدخل الراوتر هو عبارة عن نفس الماك لمين للإنترفيس اللي رح يدخل منه إذن هذا الماك عبارة عن الماك لهذا الإنترفيس وبالتالي الإنترفيس إنترفيس FAST 00 الماك تبعه رح يكون A E 4 5 خلينا نفصل بينهم هذا للمرسل وهذا للراوتر خلينا نفصل طيب هذه الخطوة الأولى طلعت مدخل الإنترفيس وطلعت الصورس آآ سوري الصورس IP و الصورس IP الراوتر destination MAC أدرس طبعا أنا بهمني حاليا الراوتر لراوتر ليش لأنه بعملية الانكابسوليشن الراوتر ما بتدخل أبدا بالسورس IP والدستيناشن IP لاحظة السورس IP والدستيناشن IP هذا ثابت أثناء عملية الإرسال قول في جميع الأجهزة اللي راح يمر فيها الراوتر اللي راح يمر فيها ما راح يغير السورس IP والدستيناشن IP نتكلم فقط عن الماك طيب إذن الخطوة الأولى طلعنا الانترنس للفريم طيب من فين راح يطلع هذا الفريم من 01 ولا من 02 لاحظوا عندي destination IP 40.5 40.5 نرجع للتابل هذا 40.5 موجود على 02 إذن الفريم راح يطلع بهذا الاتجاه الدخل من هذا الاتجاه راح يطلع بهذا الاتجاه خلينا نعرف الآن نحدد على الرسمة السورس destination ماك والdestination IP الـ destination IP سهل من الفريم هو هذا نفسه فرح يكون 40.5 الماك إيش الماك اللي هو 40.5 طبعا مش موجود بالفريم لأنه كان عندي أنا آخر destination للماك كان للراوتر طيب شو destination لهذا هذا هو دور الار تابل فبرجع أنا 40.5 هذا هو الماك تبعه فرح يكون عندي 43 اختصارا نأخذ آخر 4 هكذا يسمى digits 4320 أوكي إذن هذا رح يكون destination طيب سؤال إيش الماك أدرس لهذا الانترفيس للراوتر لأنه رح يفيدني بعملية الانكابسوليش مرة ثانية لاحظوا الـ الـ الارب تابل في عندي edge الـ edge اللي هو كم دقيقة انقضت على وجود هذا السطر في التابل الأشياء اللي ما عندها رقم هذه بتكون ماك الانترفيس نفسه لاحظ هذا الرقم هذا ما في رقم إذن هذا الماك هو الماك للانترفيس نفسه للراوتر فنروح نشوف 0-2 هذا 0-2 لاحظوا هنا ما في رقم إذن هذا هو الماك الانترفيس 0-2 واختصارا نكتب 6-9 6-5 طيب هيك حللنا احنا السورس والدستينيشن تمام الآن يسهل علينا تشكيل الفريم الجديد لأنه الفريم الجديد رح يطلع من هذا الانترفيس لهذا الجهاز طيب خلينا نرسم الفريم الجديد لاحظ الفريم الجديد رح يكون السورس ماك ايش السورس ماك رح يكون رح يكون هذا لأنه رح يطلع من هنا لهنا وبالتالي السورس ماك رح يكون الانترفيس للراوتر اللي هو 6-9 6-5 اوكي السورس السورس اي بي هل رح يتغير ما رح يتغير رح يتضل نفسه 20-5 هذي ضروري جدا في عمل الانكابسوليشن 20-5 طيب الديستيناشن ماك اللي هو 43-20 زي ما طلعنا على الرسمة والديستيناشن اي بي ايضا ما رح يتغير اللي هو نفسه هذا اللي هو 40-5 اذا هذا الفريم الجديد بعدها نبدأ نحل الاسئلة او نطلع الخيارات لاحظوا الخيار الاول refer to راوتر 1 will strip off the source ماك address and replace it with the ماك address 6-9 6-5 هذا صحيح صحيح لانه لاحظوا انه هذا الصور ماك فعلا الراوتر حط هذا الماك فبالتالي هذا صحيح الخيار بي الخيار بي راوتر 1 will strip off the source IP لاحظ لما نشوف انه strip off the source IP هذه اكيد خطأ لانه الراوتر ما بغير source and destination IP طيب راوتر 1 will strip off the destination ماك ماك راح هذا destination ماك راح يحط 4320 هل هذا صحيح لاحظوا هذا الرقم اللي طلعنا هو نفسه وبالتالي صحيح هذا صحيح بس ايضا اجابة او خيار صحيح d راوتر 1 will strip off the destination IP اذا مجرد ما شفنا انه strip off the destination IP اكيد خطأ لانه ما حكينا ما راح يغير last source ولا destination IP الخيار ايه راوتر 1 will forward the data packet of interface out interface fast ethernet 01 هذا الكلام شفنا انه خطأ لانه هو فعلا راح يعني يطلعها من 02 وبالتالي هذا الجواب خطأ f router 1 forward out of interface fast ethernet 02 هذا فاذا الجواب عندي A